هنخش الوقت على الجزء المهم في الحلقة اللي هو الجزء الخاص بالمرض الجزء الخاص النهاردة هنتكلم فيه على تأثير مرض البول السكري على المثالك البولية عشان نفهم يعني ايه بس البول السكري هو مرض السكر المرض السكر العادي اللي الناس بتعاني منه وهنقول نبزة بسيطة كده في الاول ايه هو مرض السكر وعشان بس الناس تبقى فاهم احنا بنتكلم على ايه مرض السكر فيه منه خمس تنواع المشهورين منهم نوعين الاولين هو النوع الاولي اللي هو بيجي الاطفال هما لسه صغيرين ولازم ساعتها بياخدوا دايما انسولين ما بينفعش في العلاج بتاعه وياخدوا قراص النوع التاني اللي هو اكثر شيوعا اللي هو بيجي للكبار كان زمان بيبدأ من 40 سنة دلوقتي ممكن بيبدأ من 16 و18 سنة بيكون بيعتمد في علاجه في معظم الاحيان على الاقراص وده بيجي لعوامل كتيرة منها عوامل ورصية وعامل جينية مع لخبطة الاكل مع الناس اللي بتاكل الاكلات الجاهزة كتير والفاستفود واللخبطة والكلام زي ده مع التدخين كل الكلام كل العوامل دي بتؤدي ان ساعات الانسان بيصاب بمرض السكر جزء التين المشكلة بقى ان مرض السكر ده من الامراض الاكثر شيوعا على مستوى العالم بمعنى يعني احنا لو قلنا في مصر بس فيه اكتر من 10 مليون مريض مرض السكر دول اللي تشخصوا وفيه حوالي 5 مليون دول ما تشخصوش ما عرفوش ان عندهم مرض سكر الحملة القومية اللي عملها سيادة الرئيسة فتاح السيسي كانت الكشف مبكر عن امراض الوراسية والامراض السارية كانت بنيكشفوا فيها على السمنة وعى الضغط وعى السكر عندنا احنا يعني الجزء اللي كان خاص بي انا من اشدعه اكتشفنا شباب على شباب بيشتغلوا معنا كل عندهم سكر وسكرهم عالي جدا فوق 300 وفوق الربوامية الترقمي بتاعهم كان 9 و10 و11 وهم اصلا ما يعرفوش ان هم مرض سكر عشان كده بنقول ان هذا المرض يعتبر سارق زي الحرمية يعني محدش بيحس بيه ويبدأ يعني يعمل مشاكل كبيرة قوي 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 وعشان كده بنقول ان فيه اكتر من 3 مليون او 5 مليون شخص هنا في مصر ما يعرفوش ان عندهم سكر وما راحوش يحللوا في الحملات القومية اللي اتعملت وقعدين كده هوت وطبعا المرض ده هنقول دلوقتي بيعمل ايه مشاكل ايه تأثير الشديد بتاع مرض السكر مرض السكر بس عشان يكون فاهمين لما السكر بيزيد في الدم بيأثر على جهزين او حكتين مهمين جدا 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 بيأثر على العصاب فبيدمر العصاب تماما بيأثر على الشرايين او الاوعية الدموية يعني بالذات الاوعية الدموية الطرفية اللي بتوقع في الاطراف تمام بس هو لانه هو زي الحرمية زي ما بنقول كده بييجي بالراحة ويمشي بالراحة وما بيبقاش حد عارف اي حاجة عنه فلما الانسان بيروح بالصدفة يكون داخل يعمل عملية ولا بالصدفة كان عنده بيشتيك من مرض فبيعملوه التحاليل اللي هي الروتين العادي يقوم يفاجأ بانه هو عنده سكر طيب احنا هنقول اعراض عامة ودي طبعا مش كل الاعراض بس دي اعراض عامة يريد الناس برضك اللي يحس انه عنده اي عراض من الاعراض دي يعمل تشيك بس كده يروح يروح اي مركز من المراكز الموجودة بتاعة الصحة ويروح يعمل يكشف عالسكر وعالضغط وعالامراض السمنة والكلام ده بيبدأ الاول ساعات ساعات بيجا فاف الحل ان الواحد يقولك انا ببقى دايما عطشان كتير بيشرب مياه كتير انه يخش الحمام كتير قوي عدد مرات كتيرة وهنا لازم نفرق ما بين اللي بيخش الحمام عدد مرات كتيرة عشان عنده سكر او بيخش الحمام عدد مرات كتيرة عشان عنده التهابات في المسالك البولية في المسانة مثلا الفرق بينهم ان اللي عنده التهابات في المسانة بيخش الحمام كل نص ساعة اه بس بينزل كمية بول قليلة قوي حاجة بسيطة جدا انما اللي عنده سكر ممكن يخش كل نص ساعة وكل ساعة وبينزل كميات كبيرة جدا من البول بعض الناس يا اما بتقل قوي في الوزن لما بيجي لها السكر ويعلم عام جامد قوي يا اما بتزيد في الوزن وبعدين زيادة الوزن في حد ذاتها من العوامل المؤسرة جدا واللي بتسبب ان المريض يصاب بالسكر يعني الناس اللي عندهم سمنة وسمنة مفرطة ده من الناس اللي بتبقى عرضة جدا ان يجي لهم سكر والسكر بتاعهم بيبقى غير منتظم وصعب تنظيمه تالت حاجة او رابع حاجة بيبقى ان بيجي لهم التهابات في الجسم كله يعني ممكن يجي لهم اخرى ريك كتير في مواضع كتير في جسمه ممكن يجي لهم التهابات متكررة في المسالك البولية لقدر الله لو عنده اي جرح او بعد عملية بيبقى التقام الجرح ده صعب جدا جروح بتبان في القدم اللي احنا بنسميها قرح القدمين تمام والقرح دي من اكتر الحاجات اللي ما بتخفش وللأسف لان طعم تبقى مشكلتها ان هو بيبقى فقد الاحساس الاحساس بيكون مفقود في الاطراف خالص فبيبدأ يتعور ومش حاسس ان هو تعور بالاضافة لان الشرايين فيها افلة فيها تصلب يتيجت السكر فالدم قليل فما بيحصلش اعادة بناء للانسجة فيبدأ تلاقي الصبع يتعور ويتاكل وبعد الشر ساعات بيعمل غرغرينة ويبدأ الانسان يتعرض ان هو كل شوية رايح عنده قرح ما بتخفش بنسميها قدم سكري والناس كلها سمعت المسمى ده مش فهمها يعني ايه قدم سكري يعني التهابات وقرح وقد تصل الغرغرينة في القدم نتيجة ان المريض عنده سكر غير منتظم ما بيعالجوش كويس طبعا دي الحاجات اللي هي تعتبر يعني مشهورة قوي في حاجات ممكن انسان يحسهاش قوي زي ضعف البصر لان هي بتأثر طبعا على الشبكية كوي جامد جدا فطبعا بعض الناس تبدأ يقولك ايه انا حاسس ان انا مش شايف ده السببين اما العصاب بتاعت الاوبتيك نيرف اللي هو العصاب البصري بدأت تضر ده جوز حاجة تانية نسعاب بتجيب العتامة اللي هي المياه البيضة العدسات تمام اللي من الناس بتسمع عن كلمة المياه البيضة او العتامة بتاعت العدسة دي بردك بتزيد قوي لما يكون السكر مش منتظم طيب هنخش بقى التخصص بتاعنا احنا المسالك البولية ايه تأثير مرض السكر على الجهاز البولي هناخده كده واحدة واحدة من فوق لتحت لو قلنا على الكليتين ارتفاع نسبة السكر في الكليتين بيؤدي الايه بيؤدي ان هو بيدرب الشريين بتاعت الكليتين وبيدرب الاعصاب المغزية للكليتين طيب لما الاتنين دول بيبوزوا بيحصل ايه بيحصل ارتفاع في ضغط الدم لان الكليا او شريين الكليا اللي دخلها للكليا مسؤولة عن تنظيم ضغط الدم لو الضغط بدأ يعلى تبدأ تسحب المية وتخرجها فيبدأ الضغط يقل لو الضغط قل بتبدأ تمنع خروج المية فيبدأ الضغط يتزب فاحنا لو كده يبقى بنلاقي ارتفاع شديد في ضغط الدم ومعظم الاحيان بردك بيبقى صعب جدا تنظيمه الحاجة التانية بقى طبعا هو التلايف وضمور فانسكت الكليا يعني الكليا الدم مش داخلها كويس العصاب المغزية ليها مش كويسة فتبدأ الكليا تتحول بقى اللي هي من جريد واحد لجريد اتنين لجريد تلاتة اللي هي مراحل التلايف اللي بتحصل في نسيج الكليا الى ان لا قدر الله قد تصل الى الفشل الكولوي ده بالنسبة للكليتين طب حوض الكلا حوض الكلا بيبقى طبعا ده متكرر الاصابة كتير اوي اوي بالتهابات حوض الكلا وبتبقى فيها الاتهابات كتير اوي اوي في المسالك البولية ومسالك الاتهابات اللي بتحصل في حوض الكلا دي أصعب كتير من الالتهابات اللي بتحصل في المسانة تحت اللي هنتكلم عليها بعد كده التهابات حض الكلة بتبقى ريبة من نسيج الكلة فدي بتبقى محتاجة علاج مكسف وقد أحياناً يضطر المريض للدخول للمستشفى عشان ياخد محليل ومضادات حيوية بالوريد هنخش على المسانة البولية المسانة البولية كالعادة قلنا إيه اللي هيبوز فيها العصاب المغزية لها والصمامات بتاعتها بالإضافة إلى الشرايين المغزية لها تبدأ نلاقي التهابات متكررة الحاجات الهايفة في الأول هنقولها التهابات متكررة في المسانة البولية وكل ما يتعالج المريض يرجع له تاني الالتهاب لأن مجرد بيكون عنده صديد من 2 ل 5 أو من 5 ل 10 مع وجود السكر الصديد ده بيتكاثر يتكاثر فيزيد قوي تبليل بكتيريا بتزيد في وجود السكر في الدم بالضبط كده زي ما يكون حد حاطت شوية خميرة وعايزهم على دقيق عايزهم يخمروا أو يفوروا أو يزيدوا بيحصل إيه؟ بيحط عليهم شوية سكر معلقة سكر على الخميرة تلاقي الخميرة دي نفشة الخميرة دي عبرها عن فطريات فتلاقي نفشة وكبرت فيقولك إيه ده كده خمرت ده بالضبط اللي بيحصل في الجسم كل ما الدم يكون مشبع بدرجة عالية قوي قوي من المواد السكرية أو يعني السكر في البول ويزيد ويوصل لغاية السكر في الدم للأسف ده اللي بيحصل إنه هو بنلاقي إنه يبدأ التهبات تبقى متكررة وكتير أو 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 السمامات هو دوقتي العصب بيغزي السمام بتاع المسانة السمام ده مسؤول إنه بيقافل على طول لما العصب بيضعف بتبدأ السمامات تضعف يبقى يبدأ يحصل درجة من درجات السلس البولي يعني يقولك أنا مش قادر أتحكم في البول بلاش كده العصب اللي مغزي للمسانة لما بيبدأ يحصل فيه تهيج من السكر تبدأ تقول إن المسانة كل شوية تنقابط تنقابط فيقولك بردك أنا مش عارف كل شوية عايز أخش الحمام بجري على الحمام مش قادر أستحمل البول ونتيجة الإنقباضات اللي لقى إرادية كتيرة قوي 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 بيفلت بول كتير منها الحاجة التالتة لما بقى العصب يبوز خالص ما يبقاش فيه تهيج بتلاقي المسانة معادش عندها القدرة على الإنقباض فهي مش قادرة إنها تفضي البول خالص يعني ما فيش إنقباض فالبولي الدنيا تراكم تلاقي المسانة بتكبر تكبر 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 وفي نفس الوقت ما تنقابطش يبقى إما يحصل إنقباضات متعددة وساعتها تقدري سلس بولي لأنها إنقباضات لا إرادية إما يحصل ضعف في الصمامات يحصل سلس بولي إما يحصل إن الصمام العصب يبوز خالص فالمسانة تتمدد ومش عارفة تنقابط كل ده بيؤدي إلى فش طبعا بالإضافة لإلتهابات الكتيرة اللي بتحصل في المسانة البولية هننزل تحت المسانة هنخش بقى على الجهاز التناسولي للراجل والجهاز التناسولي جسد ودول موضوعين مهمين جدا 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 لأن فعلا يعني كل يمكن دلوقتي بقت أكتر المشاكل اللي بنشوفها للرجال والسيدات متعلقة بمرض السكر كان زمان الكلام ده قليل لأن كان مرض السكر قليلين ما كانوش كتير قوي 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 فللأسف مع زيادة أعداد مرض السكر خصوصا خصوصا المرضى اللي ما بنظموش السكر يعني يا الناس تفهمني صح مش أي واحد عنده سكر هيجيله الكلام اللي احنا عملين نحكيه ده احنا بنتكلم عن الناس اللي عندها مرض سكر وللأسف ما بتعالجوش صح وما فيش حاجة اسمها يا جماعة أنا عندي سكر والحمد لله مظبوطة عندي دايما مظبوطة على كام لا لا مظبوطة على مئتين وخمسين لا ده مظبوطة على تلتمين ما فيش حاجة اسمها كده السكر لازم يتعالج صح لازم يبقى الفاطر ما يزيدش عن 180 والصايم ما يزيدش عن 110 أو 115 بالكتير لازم يبقى التراكمي للناس اللي بتاخد علاج ما يزيدش عن 6 و 8 من 10 الطبيعي 6 و 2 من 10 أو أقل بس احنا بنقول التراكمي ما يزيدش عن 6 و 8 من 10 عن الناس اللي بتاخد إنسولين أو كده يعني بديانهم سبيس شوي إنما أكتر من كده مفيش احنا للأسف أنا بيجي لي مرضى كتير عندهم التهابات مسالك عندهم شكل ضعف جنسي عندهم مشاكل كتير هنحكي عنها دلوقتي تمام وفاجأ إن التراكمي بتاعه كام 9 كام 10 ويقول لي عادي ما الصنع متعود على كده مش حاجة اسمها متعود على كده في حاجة اسمها أنت بتضر جسمك من الأمراض القاتلة وللأسف ما هوش حاجة بتسبب مغص فتروح تعالجه أو حاجة بتسبب حمى فتروح تعالجها لا أو بنزل دم فتروح تعالجه لا أنت بيقعد يأكل في أنسكت الجسم كلها من الشبكية للكليتين للأطراف للعضاد التناسلية وفي الآخر بتفاجأ إن انت انتهيت جهاز التناسل للرجال أكتر مشكلة بتصيب الراجل ومعظمهم بيجوا يشتكوا بيها اللي هي ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب ده من أكتر أسباب ضعف الانتصاب في الرجال هي بسبب عدم انتظام مرض السكر بمعنى لما بيجي أي مريض الشيكي يجي يقول يا جماعة أنا عندي مرض السكر أو عندي ضعف انتصاب أول سؤال بنقوله له كلمة واحدة بس أنت عندك سكر يقولك آه طب كان متنظم تلاقي مش متنظم خالص الكارثة بقى إن الإحصائيات كلها بتقول إن 50% من مرض السكر الرجال الموجودين في مستوى العالم مش في مصر كلهم عندهم ضعف انتصاب وليه مش نتيجة إن السكر هو اللي جاب لهم لا نتيجة إنهم ما نظموش السكر بتاعهم وما فيش حاجة اسمها أنا في البيت عندي الجهاز بشك نفسي أعرف خلاص كنا أبقى متطمن لا الناس المريضة بمرض السكر لازم كل 6 شهر تعمل تراكمي بحيث تتأكد إن الكلام الشكة اللي بتشكها دي لا سليمة ما فيش حاجة اسمها أصلاً متعود خلاص بنام بكل أسبوع أسبوعين بشك ولاي النفسي كويس أبقى متطمن لسبب لإن إحنا كلنا جرى العرف كده إن إنت لما بتكون عارف إنك هتعمل اختبار السكر حتى لو رايح المعمل تروح صايم 8 ساعات قابليها وليلتها بالليل ما تاكلش عيش وتبع بتعمل احترازات قال يعني إنت كإنك سوري بتضحك عالمعمل أو بتضحك عالدكتور اللي طالب لك السكر وده اللي بيحصل مع الكل فتطلع نسبة السكر عندك جميلة رائعة منتازة إيه الجمال ده يا إخوتي في حين إننا بنعمل التراكمي بقى اللي هو بيجيب لك متوسط 3 شهر مفاجأ إن السكر عالي جداً جداً ما يتناسبش مع الرقم اللي طالع لنا اللي هو 180 ولا 190 المريض يقولي ده عمره بيزيد عن 180 نلاقي التراكمي بتاعه 8.5 وتسعة يعني سكره فوق 250-300 فإحنا بنقول إن من أهم من أهم أسباب ضعف الانتصاب 50% منهم ده السكر إحنا لسه عندنا حاجات كتيرة هنقولها بس معنا أستاذ عبير تفضلي يا أستاذ عبير عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلام بحضرتك ما ليسي دكتور أنا كنت عايزة أسأل هو مقامة السكر اللي هو تحليل مقامة السكر ده ضروري بالإنسان يعمله ولا مش لازم اللي هو مقاومة السكر اه لا ده يعني طلعني حاجات كده زي أنا ما عندي السكر بس أنا كل ما بحلل وعمل تحليل سكر تراكمي يتنع عندي 6 و 2 من 10 أو 6 و 4 من 10 طيب ده انت عايزة تعرف بها تعملي بتاع مقاومة السكر ولا لا اه هم كتبلي علي أنا عندي غدة براقية قد عايزة أعرف هو ضروري من الواحد تلازم يعمله ولا بس لازم لا لا طب تبعيني أنا هاشرح حالك دلوقتي طبعيني من شاشة تلفزيون بس حضرتك العاف تحت أمر حضرتك دايما مرض السكر بيكون مصاحب بأمراض تانية بالذات أمراض غدد فيما الغدد الدراقية ودي من أشهر الحاجات برضك عدم انتظامها بيخلي ان السكر مريض السكر ان السكر بتاعه غير منتظم أو يكون عنده ضغط وبردك عدم انتظام الضغط بيبوز السكر بس احنا دايما بنقول للمريض حاجتين أولا حكاية مقاومة السكر دي يعني مش ذات قيمة قوي هي من الحاجات الجديدة كويسة بس مش لكل مريض مش كل مريض يتقلوا وروح يعمل المرض السكر المقاومة السكر يهمني قوي ان الدكتور اللي بيعملك الـ T3 و T4 و TSH الفري T3 و Free T4 و TSH اللي بتقول لغضة دراقية كل مرة يطلب لك التحليل ده يطلب معاه السكر التراقومي خلاص لو انت سكرك التراقومي 6 و 2 من 10 6 و 4 من 10 لا احنا نلعب على 6 و 2 من 10 وبلاش 6 و 4 من 10 لما يطلع على 6 و 4 من 10 نبدأ نقلل المشويات وناكل اكل هلسي وناكل اكل صحي وناكل اكل ما فيهوش سكريات كتيرة وعيش ورز و مكارونا بحيث ينزل لـ 6 و 2 من 10 طيب يفرق معايا كمان تاني التاريخ المرضي في العيلة لو انت عندك غضة دراقية وكان مثلا والدك والدتك جد جد كان عندهم سكر دول من الحاجات المهمة جدا 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 ان دي بردك تتابعي كل 3 شهر بالسكر التراقومي احنا هنطلع فاصل بسيط ارجوكم انتظرونا نتقابل بعد الفاصل ان شاء الله عشان نكمل بقية مرض السكر اعزائي السادة المشاهدين اهلا ومرحبا بيك وعودنا اليكم بعد الفاصل احنا كنا بنتكلم عن تأثير السكر على المسالك البولية وتكلمنا تأثيره على الكليتين وعلى المسالة البولية ودخلنا على الجهاز التناسولي للراجل قلنا ان من اهم اسباب حدوث ضعف الانتصاب وعند رجال تقريبا بالنسبة 50% ان كل مرضى السكر الغير منتظم بيجي لهم ضعف انتصاب ودي كانت الشكوى الرئيسية اللي بتجي لنا دايما من اسباب ضعف الانتصاب من الحاجات التانية المهمة بقى قوي 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 وما كناش نفهمها زمان دلوقتي بلقت بقى لنا 10-15 سنة كده بنعرفها حاجة اسمها ارتجاع السائل المنوي يعني كنا بنيجي للاقي ان الراجل اللي عنده سكر يقولك ما بيخلفش طبا بيخلفش ليه مع انه عنده سائل المنوي وعنده خصيتين وكويس يقولك ان السائل المنوي بدل ما يخرج في قناة مجرى البول بيرجع عند المسانة وراء عشان الصمام اللي بين المسانة وبين البروستاتا نتيجة ضعف العصب فبيفتح فبدل السائل المنوي ما يخرج في القناة بتاعته لغاية براء لا دا بيرجع وراء لغاية المسانة ارتجاع السائل المنوي دي كانت من اسباب برضا كتيرة جدا بتؤدي الى تأخر الحمل او من اسباب تأخر الحمل عند رجال على البروستاتا بقى دا كارسة التهابات البروستاتا بتحصل التهابات كتيرة اوي اوي للبروستاتا خصوصا في العشر 15 سنة اللي فاته دي انتشرت اوي موضوع التهابات البروستاتا المزمنة كان زمان نادرة ما بتحصل دلوقتي نتيجة العلاقات الغير سوية والعلاقات الخاطئة والمشاهدات الغلط لبعض الافلام اللي مش كويسة بدأ يحصل التهابات شديدة في البروستاتا بتبدأ الاول بالتهابات حدها قد تؤدي الى خراج في البروستاتا لو بالذات لو فيه سكر والسكر عالي مش منتظم او تقلب الالتهاب الحادي تقلب الالتهاب مزمن التهاب المزمن بقى للأسف ان من 15 ل18% من المرضى اللي عندهم التهابات مزمنة في البروستاتا للأسف بيقلبوا الى سرطان بروستاتا ودي حاجة من الحاجات اللي مش كويسة طبعا للأسف فدي برضك ان عدم انتظام السكر مع وجود التهابات مزمنة في البروستاتا بيؤدي الى وجود سرطان بروستاتا على الخصيتين الخصيتين بيتأثروا في صورة اما كيس الصفن الكيس اللي من بره ده بيحصل فيه طبعا التهابات وقرح وخاريج متكررة ودي طبعا منتشر قوي بين الناس الرجال اللي عندهم سكر غير منتظم او سكرهم عالي قوي في الدم فبالله عندهم خاريج متكررة في الكيس وهرش والتهابات وقرح في الكيس الخارجي بالنسبة بقى للخصيتين من جوة طبعا وجود السكر العالي بيأثر على الشرايين الطرفية بتاع اللي بتغزي الخصيتين فالدم بيخشش كويس بالاضافة ان الاعصاب بيحصل برضك تلف في الاعصاب الطرفية المغزية للخصيتين فبيبدأ يحصل تليف وضمور في الخصيتين فنلاقي ان الخصيتين اللي هم فيهم الخلايا اللي بتطلع هرمون الزكري التستستيرون اللي هو مسؤول عن الانتصاب وعن الخلفة الخلايا دي بتبدأ تموت والخلايا المسؤولة اللي هي اللايدنج سيلز المسؤولة عن تطليع الحيوانات المنوية برضك نتيجة نقص الدم وتلف العصب بتبدأ برضك تموت يبقى احنا برضك الكلام ده بيؤدي الى تأخر الانجاب او منع الانجاب الحاجة التانية انه بتأدي الى ضعف الانتصاب لان الهرمون الزكري بدأ يقلي بدرجة عالية جدا نتيجة ان الخلايا بتاعته بدأ يحصلها ضمور يبقى في الراجل ممكن يحصل ضعف انتصاب تأخر انجاب ارتداد للسائل المنوي التهابات متكررة في البرستاتة والتهابات البرستاتة قد تؤدي الى سرطان البرستاتة فدي من كلها حاجات خطيرة جدا ومش من السهل ان احنا نعديها ونقول يا جماعة مش مشكلة لشان كده احنا معظم العينين اللي بيجولنا بتوع المسالك البولية عندهم مشاكل في المسالك البولية معظمهم اللي عندهم مرض سكر بيكون كل الحاجات دي للأسف موجودة كلها مش حاجة واحدة لو حبينا بقى نخش عالجهاز التناسولي للمرأة ايه تأثير مرض السكر عالجهاز التناسولي للمرأة قبل ما نبدأ بس معنا استاذ يوسف تفضل استاذ يوسف تحت عمره واضح ان الخط قطع الاستاذ نور الو استاذ نور حريك سمعنا نورة اه 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 اه. مادام نورة اه 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 ايه بقى المشكلة? المشكلة يا دكتور انه طبعا يعني ايه ما بيزرقتش معي السكر دايما لايه عالي ودايما الهواطي ووزي نفس النظام بردك بس ووزي بقى يا دكتور ايه بيحصل لحالة يعني الصوابع كده بيحصل حالة شاءات في طوابعه. انه مسلا شغال يعني فكور انه كده بيزرش يشتغل بتاعه في طوابعه ودايما في فتحات في طوابعه كلها. العشرة. ودايما انا دايما يا دكتور طبعا لتابات طبعا عندي انا مستمر جابردوك. ومش عارفة ازبط سكر انا ازاي. مش عارفة نعمل ايه اصلا. انا واني خمس سنة عالنظام دوت. عناية انا هقولك دلوقتي الاجابة. حاضر. اه تبعينا بس من شاشة تلفزيون وانا هقولك بزبط هنعمل ايه. اه استاذ يوسف رجع لنا تاني. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلامة وطلاب ركاته اهلا وسهلا. دلوقتي حضرتك انا عند السكر من الفين وسبعة. الف سلام عليك. الله سلام حضرتك. وعملت سكر تراكمي يعني انا سكري ما بزيدش عن مية مية وخمسة. التراكمي لحظة بس لحظة لحظة. نعم. التراكمي يبقاش مية مية وخمسة. التراكمي. لا دا مش التراكمي دا العادي. العادي. لا انا عايز التراكمي بيطلع كم? انا انا هقول لحضرتك هو. عملته بشهر ستة وطلع ستة واتنية. كويس. وحضرتك. بس انا بقى لو جوعت. عروض دا خشي على مرض الحمامة افكه مية كتير اول. لما تجوع بس? اه لما جوع بس. لا بص بقى. انت طبعا ستة واتنين. في اي التهابات? في اي مشاكل في التانية غير السكر? نا. خالص. اه بس انا حضرتك بمشي كتير. كويس ما انت انا 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 مبسوط بالكلام ده. اولا ستة واتنين. طب طب تبعنا من شاش تفزينه هقولك دلوقتي حاضر. عناية الاتنين. هنبدأ بستاذ يوسف عشان ده الحمد لله حاجة كويسة او حاجة جميلة او حاجة ايجابية. هو عنده سكر من الفين وسبعة. والحمد لله دايما التراكمي بتاعه بيبقى ستة واتنين. والصايم طبعا انا بيبقى اهتمش او بالصايم والفتر بس الصايم بيبقى مية وخمسة مية وعشان يعني في النورمال رينجي او في الطبيعي بتاعه. تراكمي ستة واتنين اللي مريض عنده سكر دايما انسان رائع. هو ليه بقى? اولا هو واضح ان هو منظم اكله كويس. بيمشي كتير والرياضة مهمة جدا ودي اللي كنا هنقوله في اخر الحلقة من التوصيات. ان الرياضة مهمة جدا. مش رياضة يعني تروح نادي وتلعب كورة ولا تروح جيم. لا رياضة يعني تمشي. نص ساعة يوميا بانتظام لمدة خمس تيام في الاسبوع. ده مهمة قوي للرجالة والستات. ومش لازم انك تمشي يعني تروح تراك او تروح نادي. لا رايح مشوار بس ما تروحش تتمشي. لا تمشي. كأنك رايح مشوار ومتأخر. على معاد معين. تاخدها نص ساعة بالساعة كده تبقى عامل حسابك. وفي نص ساعة دي ما توقفش تشتري حاجة. تاخدها وان شوت نص ساعة يوميا لمدة خمس تيام في الاسبوع. فبالنسبة لأستاذ يوسف كده رائع. السكر بتاعك كويس جدا. ودي حاجة تطمن عليك بس تكمل على الماش وكمل على النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. انك تخش الحمام كتير. ممكن برضك معلش تعمل تحليل بول. اول بول الصبح ساعة بيبقى فيه شوية املاح او بكتيريا تبين. يعني لما تعمل تحليل البول دايما اي حد يعمل تحليل البول يعمل اول ما يصحى من النوم اول بول الصبح. ده بالنسبة لأستاذ يوسف. بالنسبة لأستاذ نورة هي عندها سكر من خمس سنين وزوجها عنده سكر من عشر سنين بس مشكلتهم ان هي التهابات على طول متكررة ومتقدرش تنظم السكر ولا جزء قادر ينظم السكر وبيحصل تشقوقات بين الصوابع. ده اللي كنت بقول عليه التهابات الطرفية بتبدأ دايما في القدمين وبنسميها القدم سكري. ان بين الصوابع من جوة كده بين الصوابع هنا بيحصل بنبدأ الاول بالتهابات وبعين تشقوقات الجلدي ينشف لان ما فيش دم ووصل كويس وما فيش اعصاب مغزية. اي خبطة ما بيحسش بيها. فبدل ما كانت مجرد جلد ناشف لا ممكن يتقشر والتأشيرة دي تعمل قرحة والقرحة دي ما تخفش. ما فيش حاجة يا استاذة نورة اسمها انا سكري ما بيخفش. وهو عندك التهابات متكررة ودي لسه هنتكلم عليها دلوقتي حاليا عن السيدات. بس مفروض لو سمحت بعد اذنك روحي اي مركز صحي جنبك انتي وزوجك. هيبدأوا يعملو لكم نظام غذائي تمشي عليه ووزنه طول ويزبط لك السكر بتاعك بس لازم يكون فيه متابعة على الاقل كل اسبوعين. ما ينفعش دكتور او مركز صحي او اي مستشفى تكتبلك علاج تخديه وتمشي عليه بالسنتين تلاتة وتقولي ما انا ماشي على العلاج. فمهمة او يا او يا حضرتك بالذات اني زوجك زي بتقولي بيقف كتير على رجليه. لازم يبدأ يروح يتابع قبل ما الحالة تزيد ونخش في القدم السكري اللي لا قدر الله مشاكله كتير اوي. عشان الوقت ما ياخدناش بسرعة عندنا الجهاز التناسولي للمرأة. ايه المشاكل اللي بتحصل فيه. عندنا بيحصل التهابات متكررة. طيب استاذ اماني بالمرة استاذ اماني تفضلي. السلام عليكم. السلام اهلا وسلام بحضرتك. لو سمحت يا دكتور انا عندك سكر من اربع سنين. كويس. متزبطة. اه تراكمي بتاعك كم? لا. لا انا 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 بقالي فترة ما عمدتش تراكمي. بس اه اه رحت الدكتور على طول عالي. يعني انا ما بقولش يعني حتى لو ما اكرتش برضو عالي. عالي بيطلع كم يعني? بيطلع كم? والله مرة يعني شهر الرفاة تراكة تلتمية وتلاتين يا دكتور. تلتمية وتلاتين. اه والله. طيب. وعندي اتها بس في الجهاز التناسولي على طول. هاقولها دلوقتي هاقولها كلها. بس حركة عندك كم سنة يا ستزا اماني? على طول بروح. على طول سنة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. حاضر. عناية الكنين. على طول عالي مفيش ما بيطلعش ابدا. مرة بس من كم من شهرين بوحت اكشاف في الدكتور قال لي يعني عواطي خالص. ازاي هو على طول عالي وازاي وتي مرة واحدة. هاقول لي. بيطلع عصاب يعني وكده. لا 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 مش عصاب. اه تابعينا من التليفزيون وهقول لي حرك دلوقتي. طيب قبل ما اجاوب على حضرتك انا هقولك بس ايه اللي عشان لحضرتك والاستاذة نورة. ايه الالتهابات اللي بتحصل في الجهاز التنسولي. وبعين اه رد عليك بسرعة. الالتهابات المتكررة بتحصل في المهبل والاعداد الخارجية. يعني العضاء التنسولية بتاعة السيدة بيحصل فيها الالتهابات نتيجة السكر. بتقع عبارة عن ايه? بيبدأ الاول نتيجة نقص الدم والبكتريا او الفطريات اللي موجودة الطبيعية في المهبل اللي مفروح ما بتسببش مرض. بتبدأ تنتشر وتزيد وتبدأ تسبب امراض. تبدأ تأثر على الجلد الخارجي بتاع المهبل والأعضاء التنسلية بتبدأ يحصل الأول في البداية هرش شديد جدا وبعدين حرقان شديد جدا بعد الهرش ده الأول يبدأ بالهرش وبعدين طفح جلدي لا يتبطش طفح جلدي جامد جدا على المهبل من برا الكلام ده طبعا بيبدأ يزيد نتيجة كل ما يزيد أكتر كل ما يزيد نتيجة العصاب بتبدأ تموت من السكر والدم بيبدأ الأطراف اللي يشارين رفايا اللي بتغزي المهبل كلها بتتسد وده اللي احنا قلنا عليه انه بيأثر على الدم على الأوعية الدموية وعلى الأعصاب طيب لما الحت دي بيحصل فيها التهابات وفطريات متكررة مهما هناخد علاج طالما السكر عالي ملهاش لازمة يعني هتاخد العلاج دوبك هيبدأ يقلل بس الالتهاب والهرش والحرقان ويرجع تاني يزيد لان السكر بيزود الفطريات تاني الفطريات دي طبيعية موجودة جوا في المهبل والمفروض انها فطريات نافعة ما بتضرش بتزيد امتى لما يحصل ان السكر يزيد اوه في الدم ده بالنسبة لمدام نورة وبالنسبة لمدام اماني طيب ايه المشاكل اللي بتحصل نتيجة ان الكلام ده نمرة واحد بيبقى فيها عندها احساس يعني رهيب بحرقان في المهبل فده بيجعلها تبقى فيه صعوبة جدا في الجميع نمرة اتنين احساس بيحصل بعد كده ألم أثناء الجميع بيحصل جفاف شديد في المهبل وده طبعا بيدي ألم عدم القدرة الوصول للشهوة ده في معظم حالات الناس اللي عندها سكر وبعين احيانا بقى نتيجة ان بيحصل تسريب بول أثناء الجميع وده حاجة بيديها بردك أكتر يبقى احنا قلنا فيه مشاكل كتير قوي بتحصل طيب عشان بردك مدام اماني نقول لها السلس البولي اللي بيحصل زي ما قلنا كده ده نتيجة ارتفاع السكر يبقى السكر لازم يتزبط حكاية ان السكر بيعلى قوي 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 ده نتيجة ان انت اختلاف في الاكل وما بتاخديش العلاج صح يعني مرة تاكل اكل عالي قوي فيه سكريات عالية جدا ومرة تاكل اكل ما فيه السكريات يوم السكر يحنازل وانت ماشي على جرعة واحدة من العلاج لو سمحت زي ما اتفقنا حضرتك واستاذة نورا وجوزها تتوجهوا لأقرب مكتب صحة ضروري جدا عشان تتابعوا من المشروع اللي عاملوا السيدة في تحسيسي بتاع متابعة الامراض السرية سكر وضغط وسمنة طبعا للأسف وقتين اجري بسرعة فنضطر نختم حلقتنا النهاردة اتمنى نكون قدرنا نوصل معلومة عن خطورة مرض السكر على الجسم كله وخطورة مرض السكر على المسالك البولية يا رب ندعب الشفاء لكل الناس ويا رب كل ناس تعيش بصحة وخير نراكم كل يوم سبت ان شاء الله لو ربنا حيانا من الساعة 2 ل3 على الهوى والاعادة بتقابل لي للساعة 10 شكرا وإلى اللقاء